حول تطورات المشهد السوري ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من بيروت الصحفي نذير رضا مرحبا بك وكيف تقرأ أستاذ نذير إعلان الأكراد في سوريا النظام الفدرالي وكيف تقرأ أستاذ نذير إعلان الأكراد في سوريا النظام الفدرالي هو خطوة متسرعة بالتأكيد لأن المناقشات التي كانت في السابق حول هذه الخطوة لم تكن تتحدث عن أنها ستكون في هذه السرعة بصراحة لقد هيئت الظروف الميدانية والاتصالات الدولية بين الأكراد وبين سائر الأطراف المعنية بالأزمة السورية هيئت الظروف إلى أن يكون النظام الفدرالي هو أحد الأشكال المطروحة لنظام الحكم المستقبل في سوريا النظام الفدرالي الذي يحفظ كيان الدولة السورية ووحدة أراضيها ولكن إعلانه في هذه الطريقة بدأ كأنه ردت فعل على استبعاده من مؤتمر جينيف وهو تسرع من دون شك لكنه يؤسس لمرحلة لاحقة من المشهد السوري نعم إذن الحكومة السورية وحتى المعارضة على حد سواء رفضوا نظام الأكراد الفدرالي تركيا كذلك إذن ما هي خيرات كل هذه الأطراف للتعامل مع ملف الأكراد الرفض هو كما قلت نتيجة التوقيت يعني التسرع في إعلانه من ناحية التوقيت لكن جميع الأطراف المعنية بالأزمة السورية كانت في وقت سابق أي أعلنت تأييدها لهذا الشكل من الحكم سواء التصريحات الروسية والتصريحات الأمريكية حتى الحكومة السورية حينما تحدث الرئيس الأسد في إحدى مقابلاته قال أن هذا الأمر متروك للشعب السوري اليوم الخيارات الموجودة أمامهم هو إرضائهم بطريقة ما ليحصلوا على ما هو أقل من الفدرالية أو ما هو أقل من الحكم الذاتي كتعويد عن استبعادهم من مؤتمر جينيف علما أن الأكراد في وقت سابق ومنذ أشهر بحسب المعلومات المتداولة كانوا قد أبلغوا الأطراف الأمريكية والأوروبية وخصوصا الأكراد الموجودين في أوروبا أبلغوا الروس أيضا بأن شكل الحكم المتوقع الذي يريدونه هو شكل الحكم الفدرالي نعم وجميع الأطراف على علم بهذه الخطوة لكن اليوم إعلانها بهذا الشكل الفدرالي لمناطق الكردية بالذات هي موضوع تقسيم المقسم تقرأ على أنها تقسيم المقسم وهذا ما لا يمكن أن يقبل به لا من قبل الأطراف السياسية السورية ولا من قبل الأطراف الدولية فضلا عن الأطراف الأقليمية التي ترفض قيام أي إدارة ذاتية كردية وخصوصا تركيا نتحدث اليوم عن تركيا نعم أستاذ نذير هذا الرفض الذي عبر عنه نظام السوري والمعارضة حتى هل تعتقد أن نظام الفدرالي الكردي سيشكل خطرا على وحدة سوريا هل يمكن أيضا أن يمتد أو تمتد فدرالية الأكراد السوريليين لتشمل أكراد العراق تركيا ومن بعدهم أكراد إيران أيضا في خضم الأزمات أعتقد حين يكون هناك أزمة مستفحلة تطرح مجموعة من الطروحات لشكل نظام الحكم أو مخارج للأزمة طرح النظام الفدرالي وأحيانا بلغ الأكراد في طرحه أن يكون وفق النظام السويسري الذي هو ليس نظاما فدراليا يعني هو نظام حكم مجلسي المناطق الأخرى تركيا وإيران لا تشهد نزاعات يعني فمن الصعب أن تمتد إليها فضلا عن أن الإعلان اليوم الذي تم عن الفدرالية الكردية هو إعلان ليس قوميا هو إعلان يتحدث عن أن جميع المكونات العربية والإثنية الأخرى قد تكون والدينية هي موجودة في هذه المنطقة ويتم التقاسم فيها تقاسم الحكم من خلال الأكراد وشخص آخر من خلال القيادة المشتركة وأستبعد أن يتم انسحابها على المناطق الأخرى لأن كل دولة لها خصوصياتها في هذا الاتجاه خلافا للدولة السورية طبعا اليوم نعم إذن ما هو السيناريو المحتمل والأكثر قبولا وإرضاء لجميع الأطراف في الفترة القريبة المقبلة سأتحدث عن المعارضة السورية لم ترفض بأي يوم من الأيام أن يكون بالمضمون هناك فيدرالية هي تتحدث اليوم عن نظام لا مركزي في سوريا وفي الواقع هو مخرج من مخارج الفيدرالية لكن جميع الأطراف في سوريا تتفق على أنه لا تقسيم والحفاظ على وحدة الأراضي السورية أما النظام الفيدرالي بتقديري هو حل سيكون حل لأن السياسة الدفاعية والسياسة الخارجية والسياسة المالية ستكون بيد الحكومة المركزية وهو حل وليس خطأا إذا استندنا إلى التجارب الأوروبية وتجربة ألمانيا وتجربة أمريكا وتجربة كندا وغيرها من تجارب العالمية ليست خطأا بالعكس أنها تضع حدا للنزاعات ولا تستسني أي طرف أو أي مكون من مكونات الدولة وأعتقد أن القضية الفيدرالية التي تحدث عنها الأمريكيون مرارا والأوروبيون وحتى التصريح الروسي مسؤول روسي من فترة قبل أسبوعين وتجسدت اليوم بطريقة ما ولكن بطريقة منتقصة اليوم من خلال الإعلان الكردي ستكون مخرجا للحال وإن لم يكن ستكون أقل منها من خلال المركزية الإدارية والحكم الديمقراطي في كامل سوريا نعم شكرا جزيلا لصحفي نذير رضا كنت معنا عبر الأقمار الصناعي من بيروت شكرا جزيلا